ومتابعينا بسبحنا يانير مين ومتابعينا بالأجواء الرمضانية أجواء شهر رمضان المبارك يعني دائماً بشهر رمضان المبارك بتكتر المولوية منشوفها بالاحتفالات الدينية منشوفها أيضاً بالمطاعم موجودة صارت رح نحكي عن ظاهرة المولوية رح نحكي كيف بيتقنى الشخص وكيف بيقدر يتعلمها أيضاً وشو هي قداش هي تقوص مهمة بشهر رمضان المبارك مع سيد محمود أتر صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح الخير وأهلا وسهلا فيك دائماً منشوف الشخص اللي عم يؤدي المولوية مثل كأنه بينتقل العالم تاني أو بيكون بحالة من الانسجام خليلنا أول شي نحكي نتعرف أكتر على المولوية وشو هي تقوصها هلا المولوية هي طريقة من الطرق الصوفية والرقصة الصوفية المولوية هي عبارة عن كلمة الولاء للمولى سبحانه وتعالى من هون إجت كلمة المولوية اللي إجا فيها مولانا جلال الدين الرومي والمولوية بتكتر بالطقوس الرمضانية بالمناسبات الدينية وهلا لحنا بشهر رمضان المبارك بتكتر بنقدم هالطريقة باللباس الأبيض الفطفات بالدل على السلام والمحبة والعالم يلي بتنتظر هذا الشيء لتشوفه من مؤدي رقصة المولوية نعم يعني خلينا هكي بما أنه ذكرت اللباس خلينا نحكي عن اللباس خلينا نحكي عن القبعة ما بعرف الكلا 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 وخلينا نحكي عن هاللباس وخلينا أنه هذا اللباس هو الرسمي ولكن عم نشوف في كتير شيء لدات بيحطه شيء ما بعرف شو ألوان وأشكال خلينا نحكي كيف يعني بيزبطه من سمية ميلوية لا 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 هديك دخيل اجيت علينا اسم التنورة استعراض تنورة اجيت من مصر اسم رقصة التنورة وحتى يلي بمصر اسمن فرقة التنورة ما لون علاقة بالمولوية المولوية طريقة صوفية بحتي نعم لك خلينا نحكي عن شو دلالات اللباس اللباس هو عبارة عن اللون الأبيض يلي بيذكر العالم وبيذكر بالنقاء والبياض وبيذكر بالآخرة انه بالكفن والكلاه بيدر على شاهدة القبر ولونه البني انه من التراب منها وإليها وليحنا منذكر العالم انه بالبياض والنقاء والصفاء خلينا نحكي فيه ألات موسيقية بترافق رقصة المولوية المولوية بيقدير رقصة المولوية بيكون مع الانشهاد الديني بيرافقه الدف بيرافقه الناي الآلتين دول الأساسيات يلي بينشأ عليهم المولوية عصام تعال عندي شوي خلينا نحكي يعني عصام تعال وين كيفك رمضان كريم يعني هلأ مثلا بعمر عصام عما نشوف انه هو لابس اللباش كامل وقدير صلوا بيعرف يؤدي المولوية فتيل هيك على الكاميرا فتيل ها شوفوا له العصام المولوية هي رغبة بتكون رغبة عند المؤدي لرقصة المولوية وبتنشأ معنا من الوراثة من الأب والجد نشأ معي وكان عمره أربع سنين وقت طلين معي أول حفلة كيف يقدر يدوره عمره أربع سنين؟ الرغبة تابعه الرغبة لأي طفل مو أي طفل بيحسيني يقديها إلا يكون عنده رغبة الرغبة تابعه بتساعده على الدوران إنه ما يدوخ ما يوع ما يتو هي رغبة وتدريب رغبة وتدريب بس الرغبة أهم شي تكون موجودة مع المؤدي للرقصة المولوية طب حكينا عن الرغبة بس إنه فيه تكنيك معين إنه الواحد عم يدور كتير ولا مدة زمنية طويلة إنه ما يدوخ هلا هي الدوران دو يكون حول اليسار باتجاه القلب الحجاج حول الكعباب تلاقيهم حول اليسار الكواكب حول اليسار كلها بعكس الدورة الدموية تم الواحد عم يدور وبتم عنده الرغبة فيها بدور أول مرة لأحاله داخل بس محبته وشغفه للطريقة بيستمر فيها بيستمر بيستمر لحتى طب سيد محمود ده يعني هي العادة هي بتخليك أنت تكون أكتر وقت تدور طبعا والانسجام مع الانشاد لأنه هي المؤدي للطريقة المولوية هي رحلة بيكون بجسمه بالأرض بس روحوا معلقة عم تصعد معه العالم تاني طب ليش هي مهنة أو هي أنه هي واية ذكورية أو خلينا نقول هي رقصة ذكورية بحتة يعني ما منشوف أبدا الإناصي ممكن عندهم شغف بهذا الشيء أو لازم أو كثير من نسئل هذا السؤال وفيه كثير بنات بيحبوا أنه يقدوا هاي الرقصة وبحبزون عليها بس يقدوها بالمكان المناسب يلي هي تتأدى فيها أكيد 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 ولكن بتحس أنه الصبايا أو الإناصة أنه يعني أقل تحمل للدوران تمام 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 نعم خلينا عصام بلش من أربع سنين حضرتك من أمت بدأت وكمان هي متوارسة أبا عن جد يعني والدك كان بيقدر رقصة جدي وأبي وعمومي أنا أول مرة فتلت مع والدي كان عمري خمس سنين عصام سبقني أربع سنين هي وراثة وكنا ننزل مع الوالد في تكية اسمها تكية المولوية بدمشق مقابل أهوة الحجاز جامع اسمه جامع المولوية وموجود فيه شيخ الطريقة اللي أسسها بدمشق محمد قرقر ددا مؤسس الطريقة المولوية بدمشق نعم خلينا نحكي يمكن كثير في حركات بتقوموا فيها شيعة الخصر ورفع الإيدين صح خلينا نحكي عن هاي الحركات شو هي؟ هي الحركة حركة يلوة المؤدي الدعاء نعم الدعاء لرب العالمين والطلب والتوسل من رب العالمين وفي الحركة الثانية يلي منحط إيدينا هيك فيها أنه منذكر العالم أنه فيه رقيب وعتيد مرافقيننا بكتابة الحسنات وكتابة السيئات وكتب المولوي بيرفع يده اليمين للأعلى يريد الله والآخرة ولا يريد الدنيا ومزلاتها بوضع اليد اليسرى إلى الأسفل ويأخذ من الله كل شيء يعطانا يا خير ويعطيه للعبد الحركات هاي الحركة الأساسية تبعا المولوية في الحركة هاي أنه اليد اليمنى فوق اليسرى الخير فوق الشر على طول طيب كمان خلينا نحكي عن الفترة الزمنية يلي مثلا بيحتاجها الشخص ليتدرب هو بيكون تدريب مستمر يومين ولا بعدين بتصر هي خبرة كمان خلينا نحكي أنه مثل مش شوي ذكرت أنه باللباس كان في شي دخيل تنورة كانت دخيل من مصر ببلاد الشام في مدارس لرقصة المولوية نحن نحكي عن الطريقة المولوية بدمشق في دكية المولوية بالحجاز في شيخ مولوية اسمه محمد مولوي هو الوحيد بدمشق كمدرسة هي المكان الوحيد المكان الوحيد يلي بيحبها الطريقة بيتردد لك كل يوم سبت في طريقة للإنشاد والمولوية نشوفها العالم مجتمعا الولاد بيتلاقيون عاديين يقلوا رغبة التكية مفتوحة والجامعة مفتوحة لأي شخص بيحب أنه يستمر بيكون عندهم شغف بيكون عندهم أول مرة بيدوروا الثاني مرة بيدوروا بيلاقوا حالهم أنه يتلاقيون بيرجعوا وبينسحبوا ليش بتلعب مسألة الوراثة وبهالطريقة كتير دور بهالقصة هي أنه يستمر الطفل مع أبوه أنه عم يروح معه على حفلات على جوامي على زوايا بيتم استمر معه بهالقصة هي تماما حكينا من شوي أنه فيه آلات موسيقية محددة وفيه أنغامة محددة وفيه ممكن أناشي الدينية محددة أيضاً بترافق الرقصة المولوية خلينا نحكي صارت كمان كتير درجة حتى على الأغاني العادية صار فيه دوران للمولوية بحفلات يمكن نحن صارت موضة هي أكتر نحن من نحافظ على هذه الطريقة ومن بعدها عن نمط أنه موضة أو أنه جيبوا ميلة ويفتل هون أو هون هل هي بالأناشيد الدينية وإلى أناشيد خصوصاً يعني بس هل يعني عم نطلب الميلوية كبالأعراس بالموالد يكون فيه فرقة إنشاد معهم تمام أما حكينا على التنورة المصرية اللذاتي اللي هم تحكي عليها الأختي فرقة التنورة هي ما العلاقة بالطريقة المولوية نعم كونه هي الرقصة تؤدى بالمناسبات الدينية بشكل عام فيه لشهر رمضان المبارك خصوصية معينة بأداء إحدى الرقصات ولا لا هي نفس اللي تؤدى بكل مناسبة علا هي نفس الرقصة بتؤدى بكل مناسبة بس ميزتها إنه شهر رمضان ثلاثين يوم هم يشوفوها العالم ثلاثين يوم معنا برمضان تمام يعني كمان نحن هكي متحمسين لنشوف الرقصة مع حضرتك ومع ابنك عصام سايم عصام اللي تبا لشهر رمضان